سلام عليكم أصدقائي أنا السيزار برحب فيكم في قناتي السيزار فيوز أهلا وسهلا بالجميع هاتف جديد من شركة آنر وواضح أنه شركة آنر كل مرة بترفع الليفلي شوي تعطينا ميزة عن جد يعني فيه واحدة بتكون هيك قوي جدا هذا الجهاز الجديد مباشرة بقدر أحكي لك يا أنه جهاز فخم فخم يعني أفخم من فئة أنه جهاز متوسط بقدر أحكي لك مباشرة أنه سعره في الأردن 185 دينار وهيك سعر والمواصفات اللي شفتها أعتقد أنه هذا حيكون ديل كثير كويس إليك خلينا نحكي عن بعض تفاصيل هذا الجهاز أول إيش رح نباليش كالعادي بالتصميم والتصميم نقطة ارتكاز هذا الموبايل صراحة من أول ما تمسك الجهاز بسبب نحافة الجهاز التصميم تبعه الجلد الجلد هون صحيح صناعي جلد من نوعه ميليتشة البراند أعتقد فخم جدا الفرزات اللي بالجلد البتنز المعمولة جميلة إحساس الجهاز بالمسكة رائع جدا مش بس هيك الجهاز جدا نحيف يا أخوان 6.78 ميلي متر أقل من 7 ميلي متر ففعليا المسكة بالإيد متمكن منها الشاشة ما إلها حواف أو أطراف فأنت بتتمكن من الجهاز فالمسكة رهيبة الإحساس ممتاز فخم الجهاز فأنا اتفاجأت أنه يعني من فئة أقل من 200 دينار يعني هاي الفئة بالعادة بنأخذ بلاستيك مضبوط ممكن نأخذ زجاج بس هنا جلد والجلد عن جد فخم بدي أضيف كمان نقطة برضه مهمة بالنسبة لفضل التصميم الوزن 166 غرام زمان ما حملنا أجهزة 166 غرام فبدي أحكي لك شغله إذا أنت بتدور على جهاز من الفئة الاقتصادية المتوسطة والأقل من المتوسطة وبدك جهاز برضي عينك لما تشوفه هذا جهاز واحد من الأجهزة اللي ممكن تأخذه وإنت برتاح البال فعليا تعبوا كثير عن موضوع التصميم وأعطونا صعر كثير حلو بس يعني الموضوع ما بوقف هون بس خليكم معي أنا بس حكيت عن ظهر الجهاز بس برضه بدي أضيف أنه الكاميرات معمولة بطريقة أنها مش بارزة البروز والكاميرات قليل جدا وجاي الشكل سيمتريكل يعني متوازن فحتى شكل الكاميرات وموضوع البروز لطيف إذا بدك تأخذ الجهاز من الجهة الأمامية برضه فيه إشي كثير حلو عاملينه اللي هو حوافي الشاشة إخوان من الأعلى من الجوانب من أسفل البيزلز ما فيش بيزلز البيزلز قليلة فشكل الشاشة عن جد مرتب الشاشة ماخذة من جسم الجهاز نسبة عالية كثير تقريبا 30% وهذا رقم رائع فشكل الشاشة رهيب وعملين حركة حلوة اللي هم سميينها الماجيك كابسل تتذكروا ديناميك آيلاند في الآيفون في عنا هنا ماجيك كابسل في بعض الحالات رح تشتغل وتظهر لك شيء شغال إن كنت بتعمل ريكوردينج إن كنت بتعمل مثلا تايمر أو ألارم أو بجيك فون كول رح يتكبر هذا المكان ويورجيك إيش بيصير بالضبط وإذا ضغط عليه بوديك على هذا الأب أتمنى إنه يستغلوها أكثر بالسوفتوير القادم وصير تشمل أبز أكثر لأنه هذا الموضوع له علاقة بالسوفتوير فهذه نقطة للتحسين يعني مطلوبة جدا لأنها حلوة لحركة وعملية برجع على الشاشة الشاشة اللي هون آملد بتردد تسعين هرتز السطوع طبعها بيوصل لألف ومتين نتز سطوحة ممتاز بس هم ما ركزوا كثير على هذا الموضوع قد ما ركزوا على موضوع راحة العين كثير اشتغلوا على هذا الموضوع عندهم شهادة من تي يو في رين لاند لحماية العين عندهم أيضا شهادة لموضوع الدمينج والفلكر إن الشاشة بترمش فهي ممكن توصل لتردد ثلاث ألاف ومتين واربعين هرتز بحيث أنها فعليا أفضل سبع أضعاف من شاشات أخرى لحماية العين الدمينج هذا نتنزل الوميض وتعلي الوميض حسب الإنارة حسب الضو الموجود بحيث أنه العين لا تؤذى مشغول عليها صح هون فراح تكون مريحة أكثر بهذا الموضوع أيضا موضوع اللون الأزرق اللي بطلع من الشاشة عاملين له تخفيض كويس فهي فعليا واحدة من أأمن الشاشات للعين وفيه شغلة برضه مهمة أنا حستها مش مركزين على الشركة فيه عندهم شهادة من شركة سويسية الأس جي سي لمقاومة السقطات الصدمات هاي الشاشة رح تقاوم صدمات أنا ما رح أجيب أكسر فيها أشياء أو أوقع التليفون وبلش أعمل دروب تست لا وجود الشهادة لحالها ومن تجربة الهواتف آنر بالذات للفئة الإكس ناين مقاوم فعليا للصدمات فوجود هاي الشهادة تعني أنه لو وقع منك الجهاز ما رح يخرب ما رح ينكسر بس أنت برضه ما تروح توقعه عن قصد لأنه أنت بهمك الجهازك ما يخرب فعلى أقل المغفرين هاي الحماية وهاي الشهادة بهذا الجهاز وما أخذت طبعا 5 ستارز من هاي الشركة السويسرية طيب من ناحية الشاشة ألوان وسطوع وإنك تستخدم تطبيقات تلعب جيمز تحضر محتوى كيف؟ ممتازة بهيك في أسعرية ممتازة بالعكس بسبب الحواف هاي بصراحة جميل إنك تحضر عليها محتوى فأعتقد أنه شاشة هاي بهيك في أسعرية منافزة جدا جدا وإذا رحنا على نظام التشغيل حتكون عندنا الماجيك أو أس 7.2 اللي على أندرويد 13 ورح يروح إن شاء الله لأندرويد 14 الواجهة ستيبل الواجهة ما فيها مشاكل أنا بحب يكون فيها كستمايزيشن أكثر نعم لكن لمعظم الناس حتكون واجهة مناسبة ثابتة بدون بغز أما بالنسبة للأداء حطين معالج سناب دراجون 680 تمنيت أشوف معالج أعلى يعني صحيح السعر مغري جدا بس حبيت أشوف معالج أعلى ولكن رح تقدر تلعب جيمز أكيد أنواع مختلفة طبعا حسب نوع الجيمز وقدش هي ديماندينج بعض الجيمز رح تلعبها بأرياحية بعض الجيمز رح يطلب من الجهاز أنه يبذل طاقة كثيرة على كل حال تقدر تلعب جيمز مع أنه هو مش موجه للجيمز أعتقد أنه هذا موجه للناس اللي بتحب الفاشن الموضة لأنه كثير أنيق مباشرة بس تنسك الجهاز بيدك أول إشي يخطر في بالك الأناقة فهو فعليا هذا التوجه تبع الجهاز فإذا أنت بتدور على إشي فخم هذا خيار وفي نقطة هنا مهمة جدا لازم أحكيها هاي نقطة تتعلق بالستوريج يعني إحنا بنحكي عن جهاز أقل من 200 دينار يعني جهاز يمكن نحكيه أقل من جهاز متوسط ولكن خيار السعات التخزينية عندهم من آنر 512 جيجا بايت بهذا السعر أعتقد ولا شركة قدمت هيك سعة تخزينية بهيك سعر فإنت مباشرة عندك 512 جيجا 8 جيجا بايت رام العادية بالإضافة السيستم رح يعطيك 8 جيجا وهذا إشي كويس وآنر مسمي هاي الميزة آنر رام تيربو فرح تستغل إذا احتاج الجهاز السعة من 512 جيجا بحيث أنه أنت جهازك ما تحس أنه فيه لاق حتحس أنه سريع سلس هذا الشعور العام أما بالنسبة للكاميرات فعند الكاميرا الأساسية 108 ميجابيكسل اللي تعودنا نستخدمها وشفناها بأجهز كثير من آنر أداءها بالإنانة الكويسة حتوخد صورة حلوة أيضا فيه كاميرا عريضة أقل يعني لأنك قد بتحكي 108 ميجابيكسل رح تنزل لـ 5 ميجابيكسل ففيه أقل تفاصيل أكيد فأنت ركز لي على 108 ميجابيكسل لأنه عن جد حتوخد صورة حلوة وبسبب الـ 108 ميجابيكسل رح تقدر تعمل 2x zoom الصورة رح تكون مقبولة جدا أيضا فيه ماكرو أنا جربتها يعني بس بلا عادي ماكرو أنا بحبوش كثير لكن اتفاجأت أنه الكاميرا الأمامية السيلفي 50 ميجابيكسل جربت أصور فعليا رح تأخذ تفاصيل حلوة من الكاميرا الأمامية وعزلك كويس لما يكون فيه عندك إنارة كويسة تمنيت أني أشوف فيديو مثلا بدل Full HD نشوف فيديو 4K بالنسبة للصوت للأسف الصوت هون مش استيريو مونو البصمة جانبية على جانب هذا الجهاز وأداءها سريع وأيضا تقدر تفتح اللق تبع الجهاز بالفيس انلاك وأنا بأستخدمها واضح إنها سريع أما البطارية فهي 4500 ميلي أمبير حتقول لي ليش مش 5000 أعتقد عشان تأخذ هيك نحافة خففوا شوي بطارية ومحها شحن سريع 35 واط هاي البطارية رح تعطيك أداء جيد جدا بدون أي مشاكل برجع بذكر إنه السعر 185 دينار أي ما يعادل يمكن بعض البلدان 250 دولار في بعض البلدان فش رأكم بهيك مواصفات وهيك سعر حكوا لي في التعليقات يعطيكم ألف عافية بشوفكم في فيديو قادم إلى اللقاء